هاي معاك الخلود والنهاردة هنتكلم على مسرحية حبايبي طلبوها مني كتير وهي طبعا عرفت من عنوان الفيديو مسرحية The Silver Box او مسرحية الصندوق الفضي طبعا للكاتب John Galsworthy الكاتب ده مهمة قوي يا جماعة وهقول لكم ليه جايز يكون مش كتير منكم يعرف المسرحية دي ولكن هي مسرحية مهمة بتتكلم على حاجة مهمة زي ما احنا متعودين هناخد الملخص وهناخد الاول هنتكلم على الكاتب لانه دي حاجة مهمة في المسرحية دي بالذات وهنتكلم على الملخص وبعد كده التحليل والنقد بتاع المسرحية بس عايز انوه تاني ان لو انت داخل الفيديو بهدف ثقافي فالفيديو بالنسبة لك اكتر من كفية اما لو عشان اللي امتحنات فالفيديو عامل مساعد الى جانب الماتيريال بتاعة الجامعة او المدرسة لان اللي بيحط الامتحان هو الدكتور او التيتشر هم عارفين مدينكم ايه عايزين هيسأله علي فعشان كده يعني الفيديو هيساعدك تفهم الماتيريال اللي في ايدك بس الفيديو الواحده مش هيبقى كفية بس اوكي طيب اه قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وشير يعني اوها عشان ده حاجة انتم بتساعدوا غيركم وبتساعدوا طبعا القناة برضو وعملوا لي تحت كومنت وقلوا لي الفيديو عجبكم ولا لأ ولو حدلوا اي طلبات ولو اول ما هتشوفوني عطبكم محتوى القناة هتلاقوا تحت زرار احمر مكتوبة علي سبسكرايب او اشتراك هندوس عليه جنبه جرس شكله يبقى كده اللي هو اقول او تفعيل للكل علشان يوصلكوا اشعاركم لمنازل الفيديو جديد وتحت الفيديو على طول في الديسكريبشن او صندوق الوصف هسيبلكو لينكات بتاعت مواقع فيها الكلام اللي انا هقوله ومعلومات اكتر كمان كتير عشان لو حابين معلومات اكتر وباللغة الانجليزية اوكي طيب يلا بينا بقى نبدأ المصرحية بتاعت النهاردة طيب خلينا نقول الاول ان اوكي طيب انا بس عايز اقول ان انا هبقى اكتبلكو تحت في صندوق الوصف الملخص هيبدأ مدية كام والتحليل او النقط مدية كام اوكي طيب زي ما قلنا مسرحيتنا النهاردة هي مسرحية السيلبر باكس او الصندوق الفضي المصرحية دي الكاتب بتاعها زي ما قلنا اسمه جون جالسورثي طيب يهمني في ايه الكاتب ده يا جماعة حائز على جائزة نابل في الادب اوكي فهو كاتب مهم طبعا جدا زائد انه له كده اتجاهات معينة اجتماعية وهتنعكس على اعماله كلها ومن ضمنها مسرحية النهاردة اوكي طيب خلونا كده نقول انه هو اولا هو كاتب انجليزي اوكي كاتب رواقي وكاتب مسرحي لاثنين اه هو من عيلة من عيلة مرموقة ومن عيلة غنية في انجلترا ويعني قصة حياته بقى انا هسيبلكو الموقع تحت يقوله قصة حياته براحتكو انا هقول اللي يهميني في قصة حياته انه هو زي ما قلنا كسب جائزة نابل في الادب في سنة الف وتسعمية اتنين وتلاتين عمل اعمال كتير رواقية ومسرحية ولكن اول عمل مسرحي له هو المسرحة بتاعت النهاردة ده سيلفر بوكس دي تعتبر اول مسرحية هو يعني بدأ بيها اوكي في الاول قبل المسرحية دي هو كان في اعماله بيمضي باسمه مستعار يعني ما بيمضيش باسمه هو اوكي كان بيمضي باسمه مستعار وبعد كده بدأ ان هو بقى يمضي باسمه هو نفسه على فكرة كان فيه كتاب كتير في الوقت ده بيعملوا كده كانوا بيكتبوا اسمه مستعارة ومش اسمهم الحقيقي قالوا انه السبب قوي يعني بتبقى اسباب متعددة طبعا كل كتب حسب السبب بتاعه بس هو المرة دي بعد شوية بدأ يكتب باسمه هو وهو درس قانون في كلية حقوق كده اوكي كلية حقوق واشتغل في القانون شوية وبعد ما عجبوش الموضوع ساب القانون واشتغل في التجارة بتاعة اهله في الشيبينج او الشحن اوكي شركات الشحن طبع اهله يعني نقول ان هو من عيلة غنية بعد كده هو يعني اتعرف على واحدة كانت متجوزة واحد قريب بعد ما اتطلقت بعشر سنين اتجوزها وفضلت معا لحد ما توفى اللي يهمني بقى انه لما اتوفى قبل ما يتوفى بحوالي شهرين الا يعني حوالي سبع اسابيع اوكي اه كسب جيزة يعني حاز على جيزة نوبل للادب وكان تعبان جدا ساعتها وكان عنده ايجاز كانسر في المخ فما قدرش يروح يستلم الجيزة بنفسه ولكن بعد حد استلام هالو وبعد سبع اسابيع بالزبط من استلام الجيزة اتوفى واتبرع بكل التمن الجيزة يعني لحاجة كده زي ربطة كتاب حاجة ادبية كان هو رئيسهم اوكي طيب عايزة بقى اقول كمان يهمني قوي ان الرجل ده كان مهتم بحقوق الانسان اوكي وده بقى ده الجزء بقى اللي يفرق معايا في المسرحية اوكي انه هو كان مهتم جدا بحقوق الانسان وحقوق الحيوان وكان مش حابب فكرة الرقابة على المطبوعات وعلى الاعمال الفنية اوكي كان عنده كذا كده وكان متعاطف شوية مع الناس الطبقة الفقيرة كان مهتم بفكرة الطبقات واختلاف الطبقات في المجتمع وازاي ان اختلاف الطبقات ده ساعات بيعمل ظلم وعدم عديلة في المجتمع في الوقت ده طبعا احنا منتكلم على الكاتب في وقته كل كاتب حسب الوقت اللي هو عاش فيه اوكي فالحاجات ده تهمني لانها مؤثرة او ينقدر نقول ان دي هي الثيمز الاساسية في اعماله كلها دايما كان بيركز على حيث الحاجات دي اهتم برضو الى حد كبير بفكرة السجون وانه تحسين الوضع للسجناء في البلد يعني في الوقت ده اهتم بحقوق المرأة نقدر نقول ان هو حقوقي ناشط حقوقي بتاع حقوق انسان وحقوق حيوان فعلا نضم لمنظمة حقوق الانسان واشتغل فيها فترة مش قليلة وده غير نظرته للأعمال الأدبية طبعا هو منه من الناحية دي بدأ يكتب متعاطف مع الأفكار دي فنحط ده ايه في دماغنا لانه ده مهم اه اتعرض عليه في سنة 1918 ان هو ياخد وسام الفروسية حاجة كده يعني حاجة كويسة يعني وسم الأوسمة اللي بتكريمية يعني في انجلترا في الوقت ده ولكن هو رفض لان هو قال انا عشان اتكرم عايز اتكرم عن أعمالي الأدبية مش اتكرم على اي حاجة تانية لان انا اساسا في الاول وفي الاخر قديب او اعتبر نفسه يعني ان هو بعد ما بدأ يكتب اعتبر نفسه ان هو قديب هو اشتغل فترة في مستشفيات ايام الحرب وكان بيساعد الممرضات والممرضين والدكاترة في اسعاف الجرحة يعني حياته حفلة بالأحداث اللي يهمني افكاره ان هي دي اللي هتأثر في العمل وفكرة ان هو حاجة على جائزة طبعا نوبل في الأدب اكيد ان ده يعني ان ده اللي يفيدوله ان هو من الكتاب المشهورين جدا والمهمين جدا ولهم بصمة جامدة هو كاتب انجليزي بس اعماله تعرضت كمان او يعني المسرحية بتاعته مسرحياته اعماله راحت انجلترا وراحت امريكا كمان طيب خلونا وزي ما قلنا ان مسرحياته النهاردة هي اول مسرحية يكتبها طيب تعالوا بقى نتكلم دلوقتي على ملخص احداث المسرحية وبعدين في جزء التحليل هنربط التحليل والنقد تاني بافكار الكاتب اوكي طيب دلوقتي احنا هنروح على الملخص بتاع احداث المسرحية بتاعتي طيب مسرحيتنا يا جماعة ده سيلبر باكس عبارة عن 3 فصول المسرحية من 3 فصول تعتبر كوميدي يعني تصنفت انها مسرحية كوميدي ولكن هنلاحظ لما احنا وإحنا شغالين ان نبرة الكتابة بتاعت الكاتب كانت تراجيدي يعني رؤيته للاحداث تراجيدي لان احنا هنشون هي احداث مش فن يعني مش عارفة اصلا هي تصنفت كوميدي بنان عليه جايز على التمثيل بقى نفسه اوكي ولكن هي يعني نبرة الحكاية تراجيدي بس مش ما تعتبرش تراجيدي اتعملت في اتار كوميدي اوكي لان هي زي ما قلنا بتناقش حاجة مهمة جدا في المجتمع في الوقت ده طيب نركز بقى انا عندي يعني نقدر نقول اتنين كاتيجوريز للمجتمع يعني عيلتين خلينا نقول عيلتين عيلة تمثل الطبقة الرقية الغنية اللي عندها سلطة ونفوز في انجلترا في الوقت ده وعيلة تمثل الطبقة الفقيرة العاملة الكادحة خلاص في الميزان كده عندي اتنين لان انا فعلا المسرحية بتعمل مقارنة بين الاتنين وهو ده الهدف الاساسي فانا هحكي حاجات هنا وهتحسوا ده بتتقارن بحاجات عند الطبقة التانية طيب مصرحياتي بتبدأ في الفصل الاولاني تقريبا هو الفصل الاولاني بارة عن ثلاث مشاهد الثلاث مشاهد بيدوروا في نفس المكان وهو قوضة الصفرة بتاعة العيلة الغنية اللي هي عيلة بارثويك خلاص العيلة دي عبارة عن هما ساكمين في بيت كبير العيلة دي عبارة عن جاك بارثويك ده الابن وعندي بابا اللي هو جون بارثويك وعندي مامته اللي هي ميسز بارثويك يعني عندي الاب جون والام وعندي الابن اسمه جاك طيب العيلة دي كان يستكنة في لندن بيتهم زي ما قلنا بيت كبير الاب اللي هو جون بارثويك ده كان عضو في مجلس الشعب في البرلمان يعني الانجليزي وكان يمثل الطيار الليبرالي طيب يعني هو وامراته يعني ما هميناش هي رب بتمنزل ووقفت جنب جزها وكانت مخلصاله رغم انه ما كانش مخلص لها قوي بس استيلها كانت مخلصاله وبتحبه وفضلت جنبه الابن اه قبل ما اقول الابن عايز اقول حاجة ان الرائل الاب ده كان في البرلمان دايما بيدافع عن حقوق الفقرة ودايما شايف ان حقوق الانسان والفقرة ليهم خلي بالكم الحتة دي لانها عاستخدمها في التحديد اوكي ده كان دايما هو بيبين انه هو مع الناس الغلابة يعني معنا صح هو مش منهم بس كان بيمثل في البرلمان انه هو بيدافع عن حقوقهم ابنه اسمه جاك جاك ده كان ابن بايز كان بيسكر كان بيروح لفتيات ليل يعني كان ضايع خلص وكان معتمد انه سلطة بابا دايما بتطلعه من مشكلات اللي بيقع فيها ايجاز ان دي مشكلة حتى كل العصور يعني تالي موجودة في كل الاوقات دايما الابن المدلل ده بفكر انه اهله هيحلوله اي مشكلة فابقى مستهتر هو ده الحل بتاع جاك بورثويج طيب المسرحية بتاعتنا بتفتح على انه جاك راجع لبيت اهله بالليل خلاص يعني هي بدقة بالليل اوكي اتنايت وهو راجع بالليل وسكران ومش عارف يفتح الباب البيت البيت من كتر ما هو سكران فمين اللي وشايل شنطة هند باج بتاعت واحدة ست خلاص احنا مش عارفين مين يعني شنطة شنطة حريمي اه اللي ساعدوا على انه يفتح الباب اسمه جونز جونز داي بقى جوز زي واحدة من الخدم اللي موجودين في البيت خادمة يعني بتبقى سكنة معهم في البيت زي زي سكنة معهم في البيت وبتنظف وبتعمل اعمال منزلية يعني اوكي اسمها اسمها ميسس جونز اوكي يبقى عندي ميسس جونز دي اللي هي الخادمة وجوزها ميستر جونز او اسمه جونز يعني الراجل ده كان اه هو اللي ساعد الولد جاك ان هو يفتح له البيب فخد المفتاح وفتح له البيب ودخلو بعد ما دخلو جاك اللي هو ابن الناس الاغنية عزم عليه ان هو يشرب معاه يعني كسين كده فالمهم هو كان قريدي سكرونه مش دريان مهم ايه خلاه يشرب معاه وبعد كده كان هو مش حاسس بابل اللي بيحصل فجونز ده راح واخد من جوء يعني الشنطة لما الهند باج اللي كان مسكها جاك اللي هو الغني وقعت عالارض فطلع منها محفظة اوكي محفظة فيها فلوس وهو جونز ده راح واخد المحفظة ولقى محتوت عالترابيزة بقى علبة سجاير فضة اوكي وهي دي السيلفر بوكس اللي احنا اللي هي اسمها المسرحية اه ده طبعا رمز يعني اوكي فاخد فرح واخدها كمان وماشي اوكي يعتبر سرقهم تمام تايم الشنطة دي احنا هنعرف ان هي او يعني هيقولولنا بعد شوية او كده الفصل الاولاني خلص هنعرف ان الشنطة دي بتاعت واحدة كان جاك مقضي يعني هو فتاة ليلي يعني كان هو مقضي معها الليلة وبعدين خد شنطتها باللي فيها كان هو طبعا مش محتاج فلوس هو مش بيسرقها هو كان هو امن ان هو بيعمل عليها يعني زي جوك كده كان بيهزر هزار بايخ يعني بس طبعا هزار بايخ لانه اخد الشنطة بفلوس الست يعني اوكي ان ده اللي يدلناه مستهتر طبعا انيوي بس ستيل تعتبر سرقة لان اخدها من وراها تمام طيب بعد كده خلاص السين عندي خلص السين التاني اللي هو الفصل التاني بيبدأ في نفس المكان بس تاني يوم الصبح تاني يوم الصبح جاك لازال نايم على الكنبة اوكي ومام توك وميسس جونز اللي هي مرات الراجل اللي هو جونز ده كان بتنظف البيت وكانت بتتكلم مع الخدم اللي موجودين واحدة اسمها ويلر ده خدمة في البيت ورئيس الخدم اسمه مارلو بتتكلم مع ام وبتقولهم ان جوزها اللي هو جونز عاطل عن العمل يعني هو كان بيشتغل وبعدين تقريبا سب شغله فبقى دلوقتي ما عنده الشغلة بقى عاطل عن العمل وفكرة انه هو عاطل عن العمل دي كانت مضيقات جدا وكان بتخليه انه هو يشرب ولما بيشرب وبيسكر بيدربها يعني بيعمل اعمال عدوانية كده وفيها عمف يعني طيب بتشتكلهم يعني من حوال جزها وكده تمام بعد في الوقت ده مارلو اللي هو رئيس الخدم لاحظ ان العلبة السجير الفضة مش موجودة السيلفر باكس مش موجودة عالترابيزة في مكانه يعني حاسة انه هو في حد خدو او تسرق او whatever اوكي كده السين الخلص السين التالت او اللي هو الفصل التالت حقيقى المشهد بقى التالت من الفصل الاول انا قل ده في الفصل الاول اكت وان سين تري اللي هو المشهد التالت عندي القبة بقى والام اللي هو دون بورثويك ومراته كانوا بيفطروا برضه في قد في الصوفرة كانوا بيفطروا وبتكلموا عن السياسة والكلام من ده هي كانت متضايقة قلي بدنا هي تضايقت لما قرد في الجرائد ان في واحد من العمال اترشح لان هو يبقى نائب في المجلس يعني في البرلمان وانتخبوه فنجح في الانتخابات فها متضايقة اللي هو ازاي واحد عامل بسيط يبقى عضو في البرلمان فجزها قال لها والله هو الفكرة انه البرلمان لازم يمثل كل الاطيوف بتاعة الشعب فمن حق العمال يبقى لهم ممثل في البرلمان تمام طيب بعد كده لقينا انه جاء مكالمة تليفون من واحدة ست ما نعرفش اسمها ايه بس هي صاحبة الشنطة اللي كانت مع جاك ابنه الليلة اللي قبلها يعني الست طلبت ان هي تكلم ابنهم وقالت له ان هي عايزة الشنطة بتاعتها او على الاقل عايزة المحفظة اللي فيها فلوس عشان هي المفروض تدفع ايجار البيت بتاعها وفلوسها كلها في المحفظة اللي هو اخدها فالولد اللي هو جاك قاعد يدور ما لقاش المحفظة فانكر خلص ان هو اخد الشنطة لها ما اخدتش منك حي بابا بقى اللي هو جان لما شاف الحوار قال لها طب تعالي خلص تعالينا البيت وانا هديكي فلوس يعني احنا مش تاقيني المحفظة بسانا هديكي فلوس عشان تدفعي الايجار بتاعي هو ما عملش كده يا جماعة يعني ان هو عشان هو طيب بقى لا هو عمل كده لانه هو عضو في البرلمان ومش عايز ان فضايح ابنه توصل للصحافة فهو عايز يلم الدنيا بدري بدري عشان الصحافة ما تاخدش خبر وابقى بالنسبة له فضيحة اوكي خلي بالنا يعني هو ما عملش كده اللي هو ادها فلوس عشان حرام بقى صعبة عليه لا هو علشان يعني هو بس بواحد سياسي فمش عايز بقى شارع يعني اوكي فده اللي حصل وفعلا الست جت البيت وادها فلوس والست كانت مبسوطة انا اخدت الفلوس وده اللي يهمها يعني اخدت الفلوس وايه ومشيت بعد كده الاب طبعا وبخ ابنه يعني اعماله دي وبعد كده لقينا انه مارلو اللي هو رئيس الخدم دخل يقول لهم ان العلبة الفضى البسجارة الفضى ليدا سيلبر باكس مش موجودة وان تقريبا حد سرقها وانه هما بيشكوا لما الشبهات بتحوم حوالين ميسيس جونز اوكي الفكرة انه بارثويك اللي هو الاب خلاص جاب ميسيس جونز وكلم معاها عشان يعرف منها يعني هي سرقت فعلا الصندوق ده ولا لأ عارف منها عندها مشاكل مع جوزها وانه جوزها ما عندوش شغل وكلام من ده اوكي وانه هي ما تعرفش اي حاجة عن الصندوق السجار الفضى اي ما شافتوش ما تعرفش عنه حاجة كده عندي الفصل الاولاني خلص هندخل في الفصل التاني اول مشهد هنتنقل من بيت الناس الاغنية هنروح على الحت زي الكابينة او يعني الملحق اللي قاعدة فيه ميسيس جونز وجوزها في نفس البيت اوكي بس هم في ملحق ملحق في جنينة في حاجة بيت صغير كده اوكي طيب هنروح على البيت بقى بتاع الناس الفقر انا كده عندي الفصل الاول كان كله في بيت الناس الاغنية هنتنقل وهعمل مقارنة وهروح عند بيت الناس الفقر واشوف حلوه معامل ازاي اوكي طيب هنلاقي انه ميستر جونز او اللي هو جونز كان عمل بيشتكي لمراته انه هو كلما يروح يدور على شغل يعملوه وحش وانه هو متضايق انه هو ما بيشتغلش وانه هو كان معتبر عدم الشغل ده جريمة خلي بالك هو ما كانش مبسوط انه هو ما بيشتغلش يا جميع يعني هو مش كان واحد كسلان عايز يقعد من غير شغل لا هو كان عايز فعلا يشتغل وكان بيدور على شغل بسهل فكرة انه هو ما كانش يلاقي وظيفة قويسة وان كله ما كان بيروح اي وظيفة كان بيتعامل معاملة كانوا بيعملوه معاملة سيئة ولكن هو كان معتبر البطالة تعتبر جريمة اوكي خلي بالكم اللي بقوله عشان هستخدمه في النقد والتحليل اه قعدت المهمة تتكلم معاه وقالت له ان احنا لازم النهاردة ندفع الايجار بتاع بيتنا بقى التاني اوكي لانه يهمنا ندفع الايجار بتاعه يعني هم عندهم بيت خلاص فعايزين يدفعوا الايجار بتاع البيت المستقل اللي بقى اللي مش تبع الملحق اللي في بيت الاغنية لا بيت لوحده فقالت له ان صاحبة البيت حتيجي النهاردة تاخد الفلوس فلح هو مديها فلوس فعلا فهي انبسطت انه هو جاب يعني هي استغرابة قصدي الاول وبعدين لما شافت بقى المحفظة بتاعت اللي كانت مع جاك الغني ده مبارح اتخدت وخافت جدا عرفت ان هو سرقها اكيد اوكي وكمان لقيت صندوق السجاير الفضة معي فطبعا اتخدت جدا وقالت ان هم هيروحوا في الدهية اوكي اه فهو قال لها انا مش حرامي انا مخدتش الحاجات دي علشان اسرقوا انا خدتها علشان ادايق واغيزوا لان انا متدايق من ان هو واحد مستهتر وعنده فلوس وعنده كل حاجة واحنا لقى يعني اوكي انهم من ان هو يديقوا بان قال لها وبعدين هو هو ما هو زي اذا كنت انا خدتهم منه فهو برضو خدهم من الست الفتاة اللي كان معيها فهو عمل نفس اللي انا عملته يعني انا انا مش وحش انا عملت زيه اوكي في الوقت ده وهم عايدين بيتكلموا لقوا واحد اسمه سنو سنو ده محقق محقق سري يعني دخل عليهم وورح وما دخل عليهم والمفروض ان هو يعني بيحقق في اختفاء الصندوق الفضة فلاقاه فعلا عندهم في البيت وطبعا اتهم ميسيس جونز لان هي اللي بتروح تنظف لان الجزها ما كانش بيروح البيت ده هو في اليوم ده كان موجود قريب بالصدفة لكن هو اللي بتبقى ممتكين بها متواجدة في البيت ماراتو ميسيس جونز فطبعا اتهمها ان هي اللي سرقت الحاجة يعني دي المحفظة والسيلبر بوكس وقبض عليها يعني قال لها هنقبض عليكي فجزها جونز قال له لا انا اللي خدت الحاجة مش هي وتخانق معي خلاص بعد كده جا واحد من الزباط البوليس المهم يعني اتغلب على جونز وكتفوه وإيه وإيه عشان يهدوه يعني عشان ما يضربهمش السين خلص على كده المشهد اللي بعده هنروح تاني على بيت الاغنية على قط الصفر هنلاقيهم قاعدين ميستر وميسيس بورثويك قاعدين وجاك كمان ابنهم كانوا قاعدين بيأكلوا حاجة حلوة يعني حلوة بيحلوة لأكل فدخل عليهم المفتش اللي هو سنو وقال لهم على الحكاية قال لهم ان انا لقيت السيلبر بوكس عند ميسيس جونز وان انا اتهمناها بس جوزها قال ان هو اللي سرق الحاجة وقال ان هو ابنك جاك كان سكران بالليل فهو ساعده يفتح له الباب للبيت وهو ابنك اللي عزم عليه يدخل وعشان كده يعني هو اللي دخله البيت وقال له على فكرة احنا لازم جونز ده لازم تعمله ضده قضية يعني لازم ترحب تبلغه عنه فميستر بورثويك بص الابنه ويعني وديه لان ده كده شوشرة طبعا هتبقى حواره وبقى ان لو البوليس حقق في الموضوع طبعا هيتقال ان ابنه واخد الشنطة دي من السبت الفتاة الليل دي فهو كمان سرق اوكي فقال ايه بقى للزابط قال له لا انا مش عايز ارفع قضية علشان اوكي وخلو بولكم الحتة دي عشان الفكة عشان ده ضد مبادئي انا واحد بدافع عن الفقرة وانا متعاطف مع الفقرة والناس اللي معندهاش شغل ومعندهاش فلوس فانا مقلبي مش هيطوعني ان انا اعمل فيهم كده لان ده كده هيبقى ضد مبادئي وضد اللي انا بعمله اوكي ماشي خلي الحتة دي في دماغنا اوكي لان هو هدفه الاساسي ما كانش الفقرة ولا حاجة هو هدفه الاساسي كان عشان اخبارهم ما تتروحش للصحافة وابنه يعني يجيب له مشاكل وشوشرة زي ما قلنا وكده مش حكاية خالص ان هو فريق مع الفقرة اوكي لانه هنعرف بعد كده انه الرجل ده اللي هو جام بارثوك ده يمثل النفاق رمز للنفاق بتاع بتاع السياسيين يعني بعض السياسيين وكده في المجتمع في الوقت ده اوكي طيب بعد كده هنلاقي انه المحامي بتاعهم اسمه رابر المحامي ده قال لهم طيب انا دلوقتي لازم خلاص البوليس اعرف ان حصل سرقة فاحنا هنروح نبلغ هنقول ايه في البلاغ فاميرات اللي هي ميسز بارثوك قالت له ما انا مش مصدق ان ابني رجع سكرانو انه هو اللي عمل كل ده انا ما ما صدقشي وفي نفس الوقت جاك نفسه اللي هو الابن قال له ما انا مش عايز اروحي المحكمة ولا يستجوبوني ولا حاجة والقب كان قلقان زي ما قلنا من ان الصحافة تاخد خبر بالاحداث دي فتبقى شوشرة عليه وعلى يعني الكارير السياسي بتاعه خلص كده الفصل التالي وهندخل في الفصل التالت والاخير الفصل التالت في المحكمة خلاص في المحكمة حصل ايه حصل انه حصل بقى محاكمة لجونز ده خلاص فميسيس جونز قالت لهم انا يعني احنا في المحاكمة يا جماعة اوكي ميسيس جونز قالت لهم انا اتفاجئت وتصدمت لما لقيت جوزي معا الصندوق الفضة سيلبر بوكس انا ما كنتش عارف فجون قال انه انا اخدته لاني لما ساعدت جاك وفتحت له بباب البيت لان هو كان سكرون وفتحت له بباب البيت ودخلته هو عزم علي اشرب معاه وفي نفس الوقت هو قال لي انت يا ده انت من الطبقة العاملة وغلبان خلاص خد اللي انت عايزه من البيت طبعا هو كان سكرون وقال له خد اللي انت عايزه من البيت اوكي هو ما قالش كده اي جسر يعني ما تقلش كده في الفصل الاولانية بس هو يعني بيقول الحاجة تخرجه من القضية فعشان كده جونز قال لهم فانا لما هو قال لي خد اللي انت عايزه فرحت انا واخد الصندوق الفضة واخد المحفظة اوكي فجاء المحامي وجاك بيقولوا قالوا جاك قالوا انا مش فكر ان انا قلت له بكلام ده اصلا ده هو كان سكرون فانا مش فكر ان انا قلت له خد اللي انت عايزه ولا ايه حاجة ولا اصلا فاكر ان هو فتح لي باب البيت تمام طيب بعد كده هنلاقي انه جون بارثويك اللي هو الاب مرديش ان هو يسعد الموضوع وحب يلم الموضوع ومرديش ان هو ايه يطلب تعويض او يطلب او يعمل يعني يزود في الموضوع بتاع القضية اوكي وميسيز جونز اللي هي مراد جونز سابوها يعني خلاص اطلقوا صراحة قالوا ان هي مش هي اللي عملت ده هو جزهة فاخدت براءة جونز نفسه قالوا ان هو مزنب والحيطة زي تهميني القادي حكم ان جونز مزنب لان هو سرق السيلفر باكس اللي هو الصندوق الفضي والمحفظة بس هم بالذات تركزوا على الصندوق الفضي اوكي وان هو كمان عمل خناقة مع البوليس وضرب زابط فدي برضو تهمة تانية اوكي وقالوا له كون ان جاك كان قال لك خد اللي انت عايزه ده كان سكران المفوض السكران ده ما ناخدش على كلمه فهو كان سكران قال لك خد اللي انت عايزه فانت خدت يجب تعتبر سرقت لان هو مش داريان ان هو قال لك خد حاجة فهو معناها ان انت كده سرقت ده مش عزر ان هو واحد سكران يقول لك اعمل عاجة تعملها ده مش عزر اوكي ودوله شهر حبس بس حبس مشدد حبس مشدد دي يا جماعة يعني يبقى جوه السجن ويشتغل في السجن وكده مش يعني اوكي بعد كده وهو بقى وهم خلاص المحاكمة خلشت وجاك ده ما حدش جبسرته في اي حاجة خالص اوكي وهو وهم خارجين من المحاكمة جونز قاعد يزعق ويقول هو ده العدل هو عمل اللي انا عملته برضو جاك سرق المحفظة او الشمطة بتاعت الست اللي هي فتاة الليل يعني هو سارق زي ما انا سرقت هو ده العدل ان انا تحبس شهر وهو ما حدش يجيب سرته خالص ولا في الصحافة ولا في اي حاجة والقانون يحميه علشان هو دفع وغني فالفلوس اللي بيتفحق هي اللي خلت مفيش عدل وخلت ان انا اتظلم وهو وهو يعني ما ما حدش يعمل له حاجة وخلصت المسرحية بتاعتنا على كده طبعا اي حد امتبعنا بقاله شوية وشوية ايده في النقد هيفهم اكيد ان احنا بنتكلم مين لي على ان اختلاف الطبقات ساعات بيقصر على منظور العدالة في المجتمع خلاص يعني مثال ان ده سيم واضح قوي عندي في المسرحية وفلان ده سيم الاساسي اوكي طيب وخلي بالكم ان احنا قلنا انه الكاتب بتاعنا اصلا كاتب حقوقي يعني بتاع حقوق انسان وبيهتم جدا بالحقوق الانسان والمساجين والطبقة العاملة دايما في كل اعماله بيتناقش اغلبها في النقطة دي اوكي طيب كده الحدوتة خلصت وهندخل في تحليل المسرحية بتاعتنا والنقد بتاعتها والتعليق عليها بالتفصيل اوكي دايما خلونا كده بقى بالروحة نقول انه المسرحية بتاعتنا مسرحية واقعية بتتكلم على حياة معاصرة او يعني يعتبر زمن معاصر الى حد ما اوكي وما بتركزش قوي على الاشخاص قد ما بتركز على الاحداث وتأثير الاحداث وعن طريق الاحداث بينتقد المجتمع اوام يركزش عندي على الاشخاص كاشخاص ولا على حياتهم ويمركزش عنهم كبني قدمين قد ما ركز على الحدث نفسه اوكي كان دايما الكاتب بتاعنا عنده فكرة انه يعني ان الاشخاص الاحداث او الحاجات اللي هما بيعملوها بتبقى بسبب قوة خارجة عن ارادتهم وساعات بتبقى الطبيعة او بتبقى الظروف يعني ايا كان بتبقى خارجة عن ارادتهم على فكرة وعندي حد مشفور طبعا جدا كاتب اسمه ابسن لو تسمعوا يعني او لسه هتاخدولوا حاجة كان عنده نفس الفكرة ولكن الكاتب بتاعنا النهاردة جالس وورذي كان بيركز اكتر على مش بقى الاشخاص لا على القوة اللي بتتسبب في الاحداث بتاعة العمل اوكي طيب الكاتب بتاعنا كان دايما بيحب ان المسرح يبقى عليه هنقول ايه حياة طبيعية يعني عايز المتفرج او المشاهد يعيش في الاحداث اللي على المسرح كأنها واقع عشان كده اتسمى الاسلوب بتاعه الاسلوب الطبيعي ناتشراليستيك ستايل او ناتشراليستيك مانر اللي هو نعيش المشاهد جوه للمسرحية اوكي وعشان كده ساعات كان بيلجأ للميلو دراما اوكي وانه يبقى فيها حداث دراما بس في مسرحية النهاردة هتلاقوا ان الميلو دراما فيها قليلة ليه لانها مسرحية وقعية وهنقول التفاصيل اوكي مصرحياته كان دايما بتبقى محبوكة كويس الاسلوب بتاعها حلو في الوقت ده ما كانش عاجبه النظام المصرح في انجلترا وفرنسا اوكي عشان كده هو غير في الاسل غير في اللغة خلى اللغة اكثر طبيعية وكده اوكي طيب انا عندي طبعا واضح زي ما قلنا انه هو بيتكلم على السرعة الطبقي في المجتمع والفرق بين الطبقات وده بيؤدل ايه انه بيؤدل ظلمه وكده عندي استخدم ايه بقى عشان يوصل للنقطة دي استخدم نموذجين اوكي العيلة الغنية والعيلة الفقيرة ان موذجين دول حطوهم كده في كفة ميزانة علشان يبين لي الفرق في الطبقات عمل ايه فهو دي الطريقة اللي هو اعتمدها علشان يبين لي وجهة نظره لما بتفتح عندي المصرحية بيبان عندي زي ما قلنا جاك اللي هو الغني المستهتر كده وعندي وأهله وعندي جونز وميسيس جونز ده كان عنده ولاد على فكرة اوكي من قبل ما يجاوز ميسيس جونز وكان عنده ولاد تانين وكان حنين عليهم وكان بيهتم يعني بيهم اوكي عندي الاثنين سرقوا خلاص الغني سرق علشان يهزر مع الفتاة الليل ويدحك عليها ولكن ستيل تعتبر سرق لانه خد الحاجة من وراها وعندي جونز سرق حاجة جاك بس هو سرقه برضو مش للسرقه وسرقه عشان يدايقه او يعني نوع من يقدر نقول من الحسد شوية مش هقول حسد حتى نوع من دي اوكي من هو شايف ان الطبقة دي مستهترة ورغم كده كويسة يعني فادي كده عندي حدثين سرقه ومن اتنين كل واحد فيهم يمثل طبقة مجتمع مختلفة اوكي وهدف السرقه مختلف وبعد كده المسرحية كملت ان هي بينت لنا يعني عواقب السرقه دي بقى يعني حد سرق ففي عواقب بتحصل للجريمة العواقب دي اختلفت عندي حسب الطبقة بتاعت الجاني يعني الجاني اللي من الطبقة الرقية الموضوع انتهى مع نتيجة عواقب الجريمة بتاعته كانت مختلفة عن الجاني اللي من الطبقة الفقيرة اوكي ايه اللي حصل انه الجاك اللي هو من الطبقة الغنية البنت فتاة اللي الجاترة دوها بقرشين والدنيا تمام وخلاص ومقدمتش ضده طبعا اي حاجة ولا كده وبابا حل الموضوع بالفلوس يعني اوكي ومخدش ولا يوم سجن ولا اساسا حد كتب حتى عنه اي خبر ان هو سرق حاجة اما جونز عن ناحية التانية اخد شهر حبس شهر مشدد حبس يعني ومحدش اهتم بقى انه هو عمل كده ليه ولا اي حاجة وخلاص رغم اللي تعمله نفس الحاجة اوكي اللي فرق ايه الفلوس والطبقة والسلطة فرقه في نتيجة الجريمة من هنا لهنا مش فيش مساواء معقوبة السرق حاجة واحدة ايا كان بقى ده ابن امير ابن غفير مش فرقة لا مش ده اللي كان حصل في المجتمع على ساعتها وده اللي كان الكاتب بتاعنا قاصد يبينه اوكي وطبعا بين لي انه الغني في الوقت ده كان بيدوس على الفقير وده تمثل في انه البنت فتاة الليل اللي هي ادوها ارشين وخلاص وفي طبعا جونز اللي هو خد حبس وهو في النهاية يعني عمل نفس اللي عمله الغني طيب ركزوا بما معي في حتة زي المسرحية بتاعتي مسرحية واقعية ليه واقعية لانها بتمثل حاجة كانت احداث بتحصل في الواقع في المجتمع صحيح مش بنفس الشخصيات بس هو الحالة دي كان بتحصل فعلا في المجتمع في الوقت ده اوكي وعشان هي واقعية وبتتكلم جدا طبعا عن المجتمع واللي كان حصل فيه وزي ما قلنا اختلاف الطبقات وان المجتمع قوانينه بتختلف حسب الطبقة يعني ما فيش قوانين ثابتة في المجتمع في الوقت ده لكل الطبقات لا القوانين كانت بتختلف حسب الطبقة اللي في المجتمع اوكي ولكن علشان هي قصة واقعية زي ما قلت في الاول ما فيهاش قوي ميلو دراما بقى واحداث واللي هو التواب اللي بتتحط دي لأ مش قوي اوكي لان انا عندي جون بورثويك اللي هو القب ما قدرش اعتبره انه هو الفيلن او الشرير بتاع العمل هو ما عملش حاجة كبيرة ما عملش حاجة اوكي ولكن هو بيمثل طبقة معينة او مجرد رمز اكتر من انه هو جايلي حد شرير زي مثلا في روايات تانية او في مصرحات تانية بيبقى الفيلن فيلن يعني جايبين الشرير ده حد شرير فعلا وهو رسم شخصية الشرير ده شريرة لا هو مجرد بيمثل المجتمع اللي حصل حواليا فما خلهوش شرير اوي غير ان هو حد من وصفه واستخدم سلطته وفلوسه اوكي في نفس الوقت القاضي ما طلق هو ما وصفهوش ان هو حد شرير عشان هو ادل ده حاجة وده حاجة اوكي ولكن في النهاية تركيز الكاتب والمصرحية كان على فكرة انه اختلاف المعاملة يعني هو ما فرقش معاه اوي ان هو يركز على الشخصيات زي ما قلنا هو ما ركزش على الشخصيات على ان هو يوصف لي الشخصيات دي عاملة ازاي الشخصيات دي عاملة ازاي زي مرويات ومصرحات تانية بتعمل لا هو مجرد ان هو جاب الشخصيات كرموز وتركيزه كله كان على الاحداث على نتيجة التفرقة اللي حصلة في المجتمع بتعمل ايه اوكي هو بيركز على الحدث اكتر ما بيركز على الاشخاص وده المدرسة بتاعته اوكي عندي كمان مقارنة بين شخصية جاك والشخصية جونز الاثنين كانوا بيشربوا وبيذكروا ولكن واحد كان بيذكر علشان هو مستهتر اللي هو جاك جونز كان بيشرب وبذكر لان هو متدايق انه ما بيشتغلش ومعتبر ان عدم شغله دي اعتبر جريمة فهو متدايق من حاله الاثنين بيشربوا ولكن لأسباب مختلفة اوكي وعندي كمان ان جونز ما كانش فرحان بان هو عاطل هو كان بيدور على شغل وكان متدايق انه ما بيشتغلش اما عندي جاك فهو كان مبسوط انه هو قاعد كده ما بيعملش اي حاجة غير انه هو بيسهر وبيشرب وخلاص فبرده هنا عندي مقارنة بين الطبقتين في طبقة فيها استهتار وانه هما مش عايزين قصلا يشتغلوا وطبقة عايزة تشتغل بس مش عارفة وده عمل لها احباط فبيخليه برضه يلجأ لانه هو يشرب وكده وطبعا في الحالتين الشرب ده حاجة غلط لانه بيقدي فيه عنف في الناحيتين حتى مراته مرات جونز كان بتشتكي انه هو لما بيشرب بيبقى عنيف لكن ما قدرش نقول انه هو شخصية شريرة لا يعني بالعكس اوه كان الاول عايز اوه بيسع اوكي ولكن طبعا غلط انه هو سرق اكيد ما اكيد لشان بس ايه لو حد صغير بتفرج علينا ايا كان محتاج مش محتاج ما ينفعش نسرق الغاية لا تبرر الوسيلة يا جمع ما ينفعش ان انا علشان محتاج حاجة اروح اسرقها ده مش صح ايا كان بقى يعني الظروف والحاجات بس فين هذه حاجة مش صح مفيش حاجة تبرر الغلط اوكي بس انا بتكلم على تحليل المصرحية اللي قدامنا ورأي النقاط فيها اوكي طيب هنقول انه عندي شخصية جون بارثويك زي ما قلنا رمز للهيباكريسي هيباكريسي يعني النفاق طبعا واضح لانه هو عمال يقول انا عشان الفقرة وانا صعبان عليها الفقرة وهو اساسا مش فارق معاه اساسا الفقرة وكل اللي فارق معاه منظره وحياته السياسية وانه هو مش عايز فضايح ومش عايز شوشرة اوكي انه هو عامل نفسه انه هو حامي حمى الفضيلة وهو فاكر فعلا انه هو شخص طيب ويدفع عن المبادئ لكن هو تصرفاته مش كده يعني هو هو متخيل انه هو بيدفع عن الفقرة فهو عنده مبادئ لكن في النهاية لو بصنا على تصرفاته وانا تصرفاته مش كده يعني بالعكس هو هو عايز يحمي ابنه عشان الشوشرة مش فارق معاه بقى جونز داي تحب مش فارقة معاه حاجة اوكي فده رمز للنفاق اللي كان موجود بالذات عند الطبقة اللي هي عندها سلطة ونفوس سياسي وعايز اتحافظ عليه اوكي هنيجي على مراته مراته كان دايما عايشة في الخيال وكان ده برضو شوية متعالية مش عجبها ان واحد نجح ان البرلمان هيدخلوا حد من الطبقة العاملة ولكن هي كانت مخلصة الجزها ورغم ان هو ما كانش مخلص ليه بزي كانت مخلصة ولو رغم مشاكله وكانت يعني بوقفة جنبه اوكي طبعا عندي السيلفر بوكس يا جماعة رمز اللي الانجاستس لعدم العدل لانه يعني نقدر وشان كده هما خدوه صحيحه وسرق وسرق السيلفر بوكس وسرق معاه كمان المحفوظة بتاعت البنت سوى التركيز عندي اكتر على الصندوق الفضة اوكي اوكي رمز انا شايفها رمز للعدم العدالة لانه اتكرر كتير وده رمز لانه ده سرق وده سرق بس هما بسبب السيلفر بوكس ده الرجل اللي يتحكم عليه سنة بالشهر سجن اوكي فهو رمز للانجاستس انه فيه فيه عدم عدالة بسبب التفرقة بين الطبقات اللي كانت موجودة في الوقت ده يعني اقدر اقول ان المصر المصرحية فيها سوشل ساتاير ساتاير يعني ندر نقول ايه سخرية نقد لازع للمجتمع في الوقت ده اللي هو عنده اختلاف قوي كده في كل المعايير حسب الفلوس وحسب الطبقة والسلطة كمان هنلاقي انه اعمال الكاتب بتاعنا كلها تقريبا او اغلبها بيخلي المشاهد يتعاطف مع الضعيف والطبقة الفقيرة او الضعيف في المصرحية دايما بيخلينا نتعاطف مع الطبقة دي اوكي اه يعني احنا فعلا تعاطفنا في المصرحية مع جونز يعني حسنا انه هو طب يعني ماشي هو غلطان بس الفكرة انه ليه ما فيش عادل بين الاتنين اوكي فكرة انه الغلطان يتعاقب اوكي انا برضو ما كنتش معا انه هو ما يتعاقبش لانه سرق ولكن مدام ده تعاقب يقضي يتعاقب هي الفكرة في كده انه المسوافة العقوبة تمام وده الكاتب من اللي كان بيتكلم عليه في المصرحية فطبعا هو بيبين لي ان انا عندي القوانين مزدوجة في المجتمع قانون بيمشي على الفقرة وقانون بيمشي على الأغنية حتى لو كانت الفعلة واحدة وزي ما قلنا نبرة المصرحية كانت تراجدية لانه فيها ترياءة وزي يعني نقول نقد نقد لازع لانها حاجة مش حالة حاجة متدايق ولكن ما كانت تعتبرش المصرحية تراجدية هي تعتبر كوميدي يعني تصنفتنا هي مصرحية كوميدي لانه احداث هم عملوا النقد ده في اطار شوية كوميدي اي جاس طبعا عندي واضح جدا انه كمان بيرمي على ان الفلوس بتغير مجرى العديلة في الوقت ده اوكي لانه ودى الفلوس للست فهي ما بلغتش عن ابنه وعلشان يعني القضاء وكده شافوا انه ده بابا كده فما حدش اصلا جاب سيرت انه سرق حاجة غير لما جونز قال في الاخر وطبعا ما حدش خط بكلمه فعندي المصرحية تعتبر حاجة اسمها دراما أوب ايدياز اللي هي المصرحية الافكور لانه هي كلها بتتكلم على زي ما قلنا اجتماعية مشاكل اجتماعية ومشاكل انسانية ومشاكل فيها حقوق انسان وده ليه علشان زي ما قلنا انه الكاتب بتاعنا اصلا كان حقوقي يعني كان هو ناشط حقوقي وكان بيهتم بحقوق الانسان وبمعاناة البني ادم ومعاناة الانسان ومعاناة الطبقة الفقيرة والجوانب دي كان هو اصلا مهتم فيها الكاتب عشان كده هتلوق اغلب كتاباته في الناحية دي بالزيت اوكي وبس كده دي كده المسرحية بتاعتنا هي على فكرة المسرحية ما مش مش مكعبلة يعني هي واضحة وصريحة اولا احداثها مش كتير ثانيا هي يعني تحليلها باين تحليلها واضح اوكي ما فيهوش حاجة بين السطور كتير يعني هو انا لو حكيت لأي حد بيدرس نقد شوية هو من غير ما يقرر رعي النقود هيلاقي هيعرف يطلع نفس الكلام ده اوكي فبس كده ده كان المسرحية بتاعتنا هسيب لكم تحت في الديسكريبشن اوكي عشان الناس اللي هتمتحن تحت في صندوق الوصف هسيب لكم مواقع المواقع دي انا دخت عبل ما لقيتها لان فيها بالزيت موقعين او موقع مش فكرة دورت كتير قوي على ما لم يلاقيهم لي عشان تلاقوا ماتيريال زيادة عن اللي معاكم اوكي لانه ما كانش عليها ماتيريال كتير عنه صراحة عمتا هو ده ده اللي انا لقيت انه هو ممكن يبقى مفيد وفري خلاص فهتنزلوا هتلاقوا المواقع تحت للي عايز معلومات اكتر تفصيلية اكتر عن الكاتب كمان اكتر وعن النقد بالتفصيل اكتر وباللغة الانجليزية هتلاقواه في المواقع اللي تحت اوكي اوكي بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو اعجبكم ما تنسوش اللايك والكومنت والشير والاشتراك لقناة سبسكرايب ونفعل الجرس واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي وما تنسوش ان الفيديو الواحده مش كفاية الفيديو مع الماتيريال بتاعتكم اللي معاكم اصلا من الدراسة خلاص شوفكم على خير في الفيديو الجاي باي باي